لا يعذر بالجهل هنا مثلا إنسان يشوف تويته ويرح يعمل لها رتويت يعاد التغريد مرة ثانية ويعيد لها تغريدة مرة ثانية لا يعفى من العقوبة يعاقب هنا لا يعذر بالجهل أو بحسن النية في مثل هذه المسألة صحيح الذي أنشأ هذه التغريدة أو مثلا هذا النص المتداول له عقوبة أكثر لكن الشخص الآخر ترى يعاقب بنفس عقوبة هذا الشخص دائما العقوبات فيها ظروف مخففة وظروف مشددة هذه كلها تعتبر يعني للقاضي الاختيار بين الحد الأدنى في العقوبة والحد الأعلى كيف يختار؟ يختار من خلال الوقاع على القضية نفسها أو وقاع الجريمة نفسها أو الأحداث التي حدثت من خلالها الجريمة يحكم فيها القاضي إما بالحد الأعلى أو بالحد الأعلى وهي مسألة تقديرية تعتبر للقاضي كما قلنا أن الجرائم المعلوماتية طبعا مكافحة الجرائم المعلوماتية مقننة وبالتالي لها عقوباتها اللي نظمها المشرع عندنا في المملكة العربية السعودية قد تصل ترى فيها العقوبات أحيانا لعشر سنوات سجن إذا كان أولئك الأشخاص الذين عملوا أو الذين اخترقوا مثلا أجهزة الدولة أو هكروها أو مثلا عملوا شاعات في البلد عملت خلخلة في الأمن الاجتماعي أو الأمن السياسي أو الأمن الصحي وأدت إلى أضرار كبيرة فتصل لها العقوبات إلى عشر سنوات سجن شكرا